وعندنا برضو عملية دروينج او عملية السحب هي عملية تشوه شدي او تنشن ديفورميشن مختلفة عن اللي فاته ان دي تنشن ديفورميشن مش كومبيسيف ديفورميشن يتم فيها تقليل قطر السلك او القضيب المستذير عن طريق سحبه من خلال فتحة الاستنبا اللي قلنا عليها الضي اوبنينج زي ما موجود في السورة اللي على ايدك الشمال ادي ده الورب ودي الضي دي زي ما قلنا ان هي سلندريكال وموجود في فتحة في النص الفتحة دي بتبقى زي ما انتو شايفين كده وبتاخد ال ايه الديامتر النهائي في الاخر اللي هو على ايدك اليمين تمام بيتسحب منها المتال بيتسحب بقوة عالية جدا بفورس تمام وبفلوستي معينة بتتحسب هنحسبها باذن الله بيكبر بقى فيها السلك ده على انه ياخد قطر اقل من القطر اللي هو داخل بيه تمام الفيديو اللي على ايدك اليمين ده برضو مهم وبيوضح ايه عملية الدروينج بالتم ازاك